نبدأ حوارنا للشامينز ليج هنبدأ طبعا فيه مباراة دلوقتي بتتلعب ولكن فيه مباراة يمكن مباراة كبيرة هنتكلم عليها بالتفصيل لكن اليوفينتوس بيلعب بورتو ودورتمون بيلعب سيبيليا شايف المبارتين ازاي يمكن كان فيه خسارة لليوفينتوس 2-1 من بورتو وتفوق دورتمون على سيبيليا هناك في اسبانيا 3-2 بزبط يعني بورتو كمان سجل هدف في أول المباراة من شوية بورتو سجل هذا بورتو سجل فأعتقد المهمة تصعبت قوي على يوفينتوس ندروننا فعلا مفاجأة يعني الناس كلها كانت متخيلة ان بورتو هيكون خصم سهل وممكن يوفي يصعد ندره تمانية بسهولة لكن مباراة الكبيرة اللي عملوها في الزهاب ويكسبوا اتنين واحد ودلوقتي مسجلين هدف في اليوفي أعتقد ان الأمور تصعبت شوية على اليوفي ما فيش حل غير كريستيانو رونالدو طبعا هو اللي ممكن يظهر بحاجة استثنائية لكن أنا شايف ان الأمور تصعبت قوي دورتموند أعتقد ان هم بيعيشوا فترة كويسة جدا بعد فترة التراجع يعني وجود هلند معاهم سانشو لو انه غايب عن المباراة لكن عندهم مجموعة عناصر كويسة جدا تغيير المدرب خروج لوسيان فاور المدرب السويسري والدخول المدرب مؤقت في الوقت الحالي أعتقد انه ممكن يكون أثر عليهم شوية لكن مشوارهم في دوري أبطال أوروبا أنا شايف ان هم دورتموند ماشيين بشكل كويس سهل ان هم يخلصوا المباراة لانهم عملوا الصعب في مباراة الزهاب الزهاب صحيح طيب نيجي المباراة الأهم على مستوى المصر يعني دايما بنتابع أي حتة بيروح على صلاح دايما متابعين والسوبرت ليه مستوى التشاملز ليج كاسبانين وكاسبانين فريق تيه اللايبسيك الألماني في ألمانيا كسبهم 2-2 في المباراة انت عارف هتتقام في المجر فانت شايف المباراة زي فنيا يعني فنيا أنا شفت انه في مباراة الزهاب ليفربول تفوق وبسهولة يعني آه كانت مباراة قوية لكن في نها ليفربول قدروا أنه يحسامها صلاح سجل اعتقد كان في حالة جيدة جدا صلاح هيفضل في حالة جيدة طول ما الفريق بتاعه كويس المشكلة أنه ليفربول تراجع بشكل كبير جدا في الكريمير ليج ووصلت أنه بيخسر من فولم اللي هو صاعد ومرشح للهبوط موضوع ما بقاش سهل لكن في النهاية أعتقد أنه اللعيبة اللي موجودة في ليفربول الجهاز الفني يورجين كلوب بيفكروا أنه أنا هنقذ الموسم بتاعي ازاي هنقذ الموسم بتاعي بالشامبينز ليج وبالتالي أعتقد أنه الأداء هيكون مغير جدا قدام ليبزيك فكرة أنه المباراة في المجر أعتقد أنه المباراة الأولى هتعابد في المجر المباراة دي هتلعب برضو في المجر وده كان مفاجأة لأنه كان ليفربول بيستعد أنه هيلعب في الأنفلد فوج إن المباراة راحت المجر وده هيخلي بالمناسبة أنه ليبزيك هيتغرم أنه هتسبب في نقل المباراة للمجر لأرض محايدة تاني بسبب قيود السفر بتاعة فيروس كورونا في الأراضي الألمانية المانيا مش هتسمح لهم ان هما يروحوا انجلترا ويرجعوا لازم هيدخلوا حاجة صحي. صحيح. والموضوع هيبقى آآ يعني هيضرب بمسيرة قصلا الفريق لايبزيج في الدوري الالماني. هيبقى فيه غرامة على لايبزيج. هيبقى فيه غرامة على لايبزيج آآ بنسبة عشرة في المية من الدخيل بتاعة المباراة واعتقد انه هي هتوصل لمليون ونص يورو. اعتقد ان توصل لمليون ونص يورو. آآ الفريتين هيتأثروا باللعبة في المؤجر يعني زيها زي المباراة اللي فاتت. صحيح.